اهلا فيكم برج الحوت راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو او من بداية الشهر الى اخر الشهر ديسمبر القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعمل مع برج الحوت ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك كرتين مفكرت كرت مثل دائما القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع بس ممكن يكون فيه بالفيديو او بالقراءة الشي ممكن يخدمك او يفيدك فانت خد من الفيديو الاشياء اللي بتحس انها قريبة منك وممكن تستفيد منها وترك الباقي لشخص اخر ممكن يستفيد منه راح نبلش بطاقتك اول بعدين طاقة الحبيب او الشريك وخطواتك في المستقبل خطواته ايضا هو في المستقبل وشو راح يكون مصير العلاقة بينكم اذا فيه اي اشي بيحتاج الى التوضيح راح نسحب كروت للتوضيح مشان نوضح طيب نبلش اول بكروت النصيحة لبرج الحوت برج الحوت بدك بدك تنتبه على مشاعرك اكتر هالشهر وتحاول انك تسمع على بعض الاشخاص بحياتك بقلبك مش فقط بعقلك تحاول تحلل الامور بعواطفك مش فقط بمنطقية في عندك اوراق النصائح الجميعها طلعت اوراق كابس او اوراق ايموشنال او اوراق عاطفية في عندك راح يجيك شخص جديد بحياتك او اذا عم تستنى شخص اكس او قديم ايضا ممكن يدل انه فيه راح يصير تصالح عندك تن اوف كوبس عندك ميسنجر اوف ايموشنز يعني فيه راح يصير عندك في الامور العاطفية تطورات كتير ايجابية فيه حدا راح يفوت بحياتك انت بتعتبره بركة بالنسبة لك او شخص كنت بتتمنى لفترة طويلة وهلا في الفترة القادمة راح يفوت بحياتك هالشخص فيه بدايات عاطفية جديدة راح تصير بحياتك وممكن تتطور ايضا الى اشياء عميقة يعني ممكن تتطور الى علاقة جدية خطوبة او حتى الزواج بالبعض منكم يعني الشخص اللي راح تقابله راح يكون مثل الشريك بالنسبة للك او راح تعتبره راح تعتبره رفيق درب بالنسبة للك برج الحوت طاقتك الحالية عم شوف فيه تقدم فيه تقدم بالذات بالحكي فيه شخص راح يفوت بحياتك راح يكون فيه معه حكي كثير ايجابي تواصل روحي بينك وبين هالشخص انت وهالشخص بتحس انه على تواصل روحي بتحس انكم مرتبطين مع بعض وبيجوز الشخص ايضا اللي انت عم تتعامل معه بدك علاقة جدية معه مبين انه انت فيه حكي كثير بدك تحكيه لشخص في حياتك بتعتبره سول ميت لانه العامل المشترك بينكم فور اوف وانس فمبين انه تنيناتكم عم تبحثوا عن استمرارية عم تبحثوا عن استقرار عم تبحثوا عن استابليتي بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي او برج هوائي ممكن ايضا ابراج نارية لانه في عندي ايضا اوراق نارية ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف انه عم شوف انت بتمشي على حسب كيف ما بتحس يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات على عكس هالشخص هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل اكتر من العواطف يعني حتى عواطفه ومشاعره هالشخص بيحب يحللها اول او يركز عليها اول او تدايسكتت يفتحها ويدرسها اكتر منما انه بسرعة ينتقل او بسرعة يفوت بيه علاقة ولكن هو عم يبحث الى بداية عاطفية جديدة وممكن ايضا هالكارت يرمز انه هو عواطفه تجاهك انت عواطف كتير فياضة ممكن مش عم تحكي مع بعض او ممكن هالشخص انت بس تحكي معه يكون الفرند تبعه هاي او الشخصية تبعته هاي او يكون تحسه من بره شخص كتير جامد شخص كتير جاف شخص يعني ما في اي مشاعر بتظهر بس من جوه من جوه مشاعره كتير فياضة ام يغرأ فيهم ولكن هو بيحب الامور تكون دائما عادلة وبيحب يكون دائما منصف هالشخص عم شوف العامل المشترك بينكم فانتو الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة عم تبحثوا عن استبيليتي بالعلاقة ممكن انت نظرتك تكون شوي جدية اكتر من هالشخص لانه عندك اوراق وحيا هالشخص ممكن يكون بدل علاقة شوي عفوية تكون اصدقاء بالاول او اشي مثل هيك مبين ايضا انه انت اللي بتوصل مشاعرك او بتحكي لها مشاعرك اكتر من هالشخص يعني انت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لهالشخص وبتحكي له بتعبر اكتر من ما هو بيعبر بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف انه في عندك ستتان six of cups الستة بتحكي عن التوازن وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة او بحق حالك ايضا سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص لانه هالكارت بيحكي عن التوازن بالاخد والعطاء بالعلاقة على سنز او على حد ارضي يعني على حد التزامات جدية التزامات ارضية بالعالم الارضي ولكن six of cups تحكي عن المشاعر فممكن تكون العالم الروحاني ايضا فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الامور الفعلية وبين الامور اللي هي الحسية او العقلية او الروحانية ممكن انت تكون عواطفك هون تضغي عليك اكتر من انك تكون شخص منطقي تتصرف بعواطفك اكتر من انك شخص منطقي ولكن اشي منيح انه انت يعني بتسمع العواطفك من جوة او بتتبع عواطفك من جوة مبين ايضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل يعني عم شوفك انت عم تتذكر ايضا اذا كان في بينكم اذا انتم حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي عم شوفك انت عم تتذكر عم تتذكر الماضي عم تتذكر الذكريات اللي صارت بينك انت وهالشخص بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية ممكن اذا انت تركت هالشخص عم يحسوا كأنه في فرصة ضاعت من بين ايده لانه فيه بالمستقبل ايضا رحيل فممكن انت ممكن انت يعني طاقة المشتركة هون بينكم فيه شخص عم عم يترك مشاعره او ممكن عم تتركه اشياء قديمة ايضا مشاعر اشياء جديدة هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لانه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها او مش قادر يوصلها لالك بالاصح او بيحس انه دائما لازم يكون في عنده البرسونة هاي او الشخصية هاي ايضا هالشخص ما بيحب الخسارة ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان بيحب هو يكون الاول بيحب هو يكون يعني شخص عنين بيحب هو اللي ينتصر باي نقاش باي مشكلة باي اشي ولكن من جوه هو شخص ايجابي ذا سان كارد بتحكي عنه براءة داخلية بها الشخص فهو من جوه شخص يعني بيور شخص بريء شخص عقليته او تفكيره شوي ممكن تكون طفولية اكتر او عفوية اكتر انت ممكن تكون جدي اكتر بالتفكير من هالشخص بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هالخيبة هالخسارة لش عميحس انه فيه فرصة ضاعت من بين ايده او عميحس بخسارة عطفية من نوع ما بدنا نشوف شو هي هالوراق وقعت تحت بس بدي يجيبه ورائك عم بتطير يا برج الحوت فاندي لخبط الدك مرة ثانية بدنا نشوف ليش هالشخص حزين في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص ممكن يكون محتار او ممكن يكون في عنده شخصين او قرارين بده ياخد منهم بده يختار منهم ممكن يكون ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء لانه هالكرتو يتبع برج الجوزاء وهو بحيرة من امره عاطفيا لانه فيه مبين انه عنده عرض حب من شخص اخر فيه شخص اخر هون بحيات هالشخص مبين انه في عنده عرض حب عم يقدم له من ضمن شخص ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب لانه seven of swords هو لص التاروت او السارق في التاروت ففيه اشي عم يخبيه هالشخص ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة او ممكن ايجاع عرض حب من طرف اخر وعرض الحب هيدا مش صادق انا انه seven of swords شخص تريكستر ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر بمعنى انه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة ولكن الشخصية اللي هي في العمق او في العقل الباطني شخصية اخرى فهالشخص عم يحس به خسارة عاطفية لانه ممكن يكون محتار بين شيئين محتار بين شخصين مش قادر ياخد قرار ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص مش عارف لمين يعطي هالكاسة ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الاصدقاء حوالي ايضا بنا نشوف لانه الطاقة اللي اللي بينكم رحيل هون المشتركة فبنا نشوف شو هي يعني شو رح تتركوا بالضبط أوراق كثير حلوة لانه عندك هون رحيل بس رحيل من شو بالضبط؟ موقفين شخص عم يتعامل مع شخصين عنده فكرتين بده يختار منهم ورقة أسرار ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا برج السرطان أو ممكن هاي أسرار بينكم ممخباية ففي وقفة رح تصير هون في اتخاذ قرار رح يصير هون بأنه ممكن أنت إذا عم تحس أنه هالشخص في عنده أو هو العكس ممكن يكون إذا هو عم يحس أنه في حدا بحياتك وانت عم تحس أنه في حدا آخر بحياته ممكن أنت توصل إلى منطقة أو إلى نقطة أنك تأخذ موقف صارم بأنه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الآخر أنا بتوقع الشخص هاد اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده أطراف أخرى لأنه الأوراق متشابهة فهمت عليه فأنت عم تحس أنه فيه أسرار بالعلاقة عم تحس أنه فيه مشاعر مخباية وإنت بدك توصل إلى توضيح أو بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة فبطاقتكم بالمستقبل أنت رح تجبر هالشخص أو رح يصير في بينكم تواصل بحيث أنك تحكي لهالشخص أنه بدك يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي أنت بتحطه أو رح تترك العلاقة أو رح تترك التواصل عم تشوف لأنه أنت بدك علاقة صادقة هون بدك شخص منفتح عاطفياً ما بدك أسرار هون ما بدك أشخاص أخرى بالتواصل أيضاً يعني أنت مشوفك مصمم عم شوفك امتخذ قرار وعم تمشي وراء ما بدك الشخص الآخر يكون معه شخصين أو يكون في حيرة من أمره عم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد مثل ما أنت بتعطي بدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك أيضاً ولكن فيه رح يكون أيضاً ممكن يرمز إلى أنه رح يكون فيه رحيل عن الأسرار يعني رح تتركه يعني هالشخص رح يوصل إلى اتخاذ قرار بأنه يترك الشخص الآخر أو يترك الثالث أو الطرف الثالث مثل ما بنحكي لأنه مبين أنه علاقته معك أو مشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة بده بداية عاطفية جديدة معك ولكن فيه طرف هون في حيات هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي وممكن أيضاً الشخص اللي بحياته بحياة حبيبك بحياة شريفك عم يستغل براءة وطيبة هالشخص وكونه أنه بيحب أنه يكون عادل ومنصف لأنه الطرف الثالث عم شوف طاقته كتير تلاعبية شخص كتير بيتلاعب بالحكي فهو بتعقدكم المشتركة عم شوف أنه هالشخص رح يصر إلى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين أو على علاقة فاشلة بينكم بين يعني الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر لأنه الطاقة هاي مشتركة فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه قرار بالرحيل رحيل عن الأسرار طاقة مشتركة بينكم الاثنين رحيل عن الأسرار رحيل عن إذا كان في طرف ثالث أو أي لخبطة بالموضوع لأنه مبين أنه أنتو التنيناتكم عم تبحثوا عن يعني راحة البال مش عم تبحثوا عن وجه راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون وأطراف هون الوضع صريح الوضع واضح بينكم فقط الإشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير شخص كتير عادل فبيحتاج وقت ممكن أنت عم تشوف عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه أنه في حدا بدائرة أصدقاء أو بأطرافه أنت ما بتحبه أو بتشوف أنه طاقته لأنه برج الحوت شخص كتير انت شخص كتير بتحسه بتحس بنوايا الأشخاص الأخرى حتى إذا كانت يعني مش واضحة ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي ما في عنده التواصل مثل الأبراج المائية الأبراج المائية بتحس أكثر ممكن تقرأ أو تفهم الشخص من وجهه ومن حركاته بدون ما يحكي بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق واحد اثنين ثلاثة خمت عليه فممكن أنت أيضا تشوف أنه تعرف أنه الشخص مش مش منيح بالنسبة له ممكن يكون عم يتلاهر بأنه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة وإنت بتشوف هالإشي بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم عم حاول يخليها بطريقة كتير منطقية يحلها بطريقة كتير منطقية حبايبي يعني بالمستقبل عم شوف أنه هو رح يوصل هالشخص إلى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث حبايبي برج الحوت إذا عم تستنى إلى رسالة أو حكي من هالشخص أو تواصل منكم عم شوف أنه هو فقط بهالفترة بيحتاج إلى فترة وقت مستقطع يوزن الأمور أو يحل أموره حبايبي برج الحوت أتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيت القراءة إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك كومنت شير وسبسكريب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو القادم شكرا لكم جميلة ترجمة نانسي قنقر